انا مبسوط من الفقرة اللي جاي الخبر اللي جاي ده لانه انا مبسوط حد من الاجداس طلع اتكلم اخيرا جلنا صوت من الناس اللي ماتت من 30 يونيو محكم البلد دي عارف مدينة بومبي تعرف حاجة عن مدينة بومبي مدينة رومانية كانت بيتعمل فيها ضعارة وفسق وفجور وخمار فجأة جنبها بركان نزل عليها الناس الجمدت فيها زي ما هي لحد الوقت فهم ملاقحين دلوقتي زي ما هم اللي قاعد في خمارة قاعد في خمارة واللي كان ملايح ملايح لان الناس دي نزل عليها اللاوغا الحمام البركانية فاتحنطوا بقهم احجار كده تمثيل مرمية مخش على بتاعه النبي عليه مصر بقى مدينة بومبي اسمها كده او يعمل السرشة عليها كده مدينة بومبي هتلاقي الناس رأدة في الشوارع كده وهي دلوقتي مظاهر سياحي الناس بتروح عشان تتعز بس بترجع عادي تشرب عادي جدا وما فيش مشكل ياه مصر بقى حصلها مدينة بومبي دي مصر نزل انفجر فيها بركان في 2013 ففي ناس جمدت ناس جمدت كده وراح تعمل كده واللي نايم على جنبه نايم على من ساعة 2013 من ساعة ما طلعوا الشرشيح يقول لك هل حاجات ولازم يمشى ماشي ماتوا بقى جمدوا في واحد بقى اه دي مدينة بومبي برافو عال اه هي شوفوا حضرات دي مدينة بومبي دي ناس كانت عايشة دي مدينة كانت سياحية وكان فيها بقى كل أنواع الفسق والفجور والخمور والضعارة هتلاقي صور كتير عالي بقى وبعدين رح نزل عليهم البركان وما مش واخدين بالهم مرة واحدة كده نزل عليهم البركان حتة واحدة ايوة خش كده صور مدينة بومبي ايوة هي الصور دي المجموعة دي كلها فنزل عليهم البركان زي ما هم كده زي ما هم اتحنطوا اتسبتوا زي ما هم احنا بقى في مدينة بومبي دي احنا مصر حصل الله عاوص هتخش تلاقي خمرات واماكن وبيوت ضعارة موجودة على النت يا صور كتير علي ايوة مدينة بومبي ماشي فتجملة المدينة دي من قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعليه نبينا السلام تجملة المدينة دي والعلماء والباحثين تلقاثار بيحكوا انها كانت سياحية على اعلى مستوى ايه يا جنبها البركان ضرب ما هتخش يقدين بالهم او استهتروا بالبركان يعني او ظن اهلها انهم قادرون عليها فجاها خبر ربنا بقى رح تمسها الطمسة دي وليسه موجودة حدوقات احنا مصر حصل لها كده في يونيو 2013 او في 37 رح نازل علينا فكله جمد مكانه كله عمل كده فيه برج ايقون يا جماعة عمل كده يا جماعة النيل بيروح يا جماعة فيه تيران راحت طب يا جماعة البلد بياخدوا ديون لحد الوقت وصلت ل 167 مليار بومبي مش زومبي بومبي كان لعل زومبي بيتاخدى منها والله بمناسبة بقى النظام السيسي اللي اولوياته ملغبطة طلع علينا واحد من مدينة بومبي كان متجمد وطلع يتكلم هو الكاتب يوسف زيدان قال ايه يوسف زيدان اللي كتب عزازيل والنبطي وغيرهم بقى بيقول اما كان الاولى بالرعاية في هذه المرحلة التكشفية الحرجة هو صناعة النشر التي تترنح في مصر والبحث العلمي الذي لفظ انفاسه الاخيرة والتسقيف العام الذي نسيناه حتى نسينا انفسنا لا بأس بالاهتمام بالامور الدينية فالدين ادى من ادوات الضبط الاجتماعي لكن مصر سطعت شمسها سابقا بالفكري وبالعلم وبالثقافة وليس بشيء اخر سوري هو ليه بيقول كده هو ليه بيقول كده الأستاذ إبراهيم الأستاذ يوسف زيدان هو بيقول نقرأ النص تاني كده مش كان اولى بالرعاية في المرحلة دي هو صناعة النشر والبحث العلمي وكذا وكذا مصر سطعت شمسها سابقا بالفكرة وبالعلم وبالثقافة وليس بشين اخر اشان اخر تقصد ايه انت قمت بقى خلاص يعني تقصد ايه انا اقول لك غالبا اوفن يعني هو يقصد ان السيسي قال لشيخ الاوقاف الضلالي يعني في الضلال يعني قال له في الضلام قصدي يعني قال له عايزين نبني مسجد كبير في كل عاصمة محافظة في كل عاصمة محافظة في مصر فالاستاذ يوسف زدان زعلان لانه الاولى مش مسجد كبير الاولى زي ما بيقوله الرعاية دي في الوقت ده النشر اللي هي بتترنح دلوقتي والبحث العلمي اللي لفظ انفاسه الاخيرة انفاسه الاخيرة والتسقيف العام اللي نسيناه ولا بأس بالاهتمام بالامور الدينية معنيناش ما نعنى ابن جامع فالدين ادى من ادوات الضبط الاجتماعي لكن مصر عادة شمس في الزهب على رأي فيروز بالفكر والعلم والثقافة مش بالدين وليس بشيء اخر طب وانت يا يوسف زدان انت وابراهيم عيسى انا طبعا الحمد لله على سلامتك الاول وانا لو شفتك هاخدك في اللغد ده واللغد ده بوستين يعني ده حقك علينا يا راجل انت منين يعني اهو السيس يوجه بانشاء مساجد جامعة بالمحافظات هو بقى الخبر ده هو ايه تعم شوية وعمله مشكلة في مكان حساس يعني فوقت لا يقول لا يعني هو كلام حقيقي على فكرة كلام انا محترمه جدا كلام انا محترمه لحد اخر جملة لحد مصر سطعت شمسها سابقا بالفكر وبالعلم وبالثقافة لا بالاسلام برضو بالدين ده دي مغلطة ما يصحش واحد عنده دماغ زي دماغك يعديها انت مش حمد كريمة تقولي الرسول اصنع الشرطة كلام فارغ يعني لا مصر تزعمت الحضارة الاسلامية فترة مصر تزعمت الفقه فترة مصر تزعمت العمارة الاسلامية فترة مصر تزعمت العالم الاسلامي جغرافيا فترة وإلا المماليك دول كانوا ايه روم من الرومة من القسطنطنية العثمانين كانوا ايه مصر تزعمت يا راجل صلاح الدين الكوردي ده كان ايه مش كان مسلم لا مصر سطعت شمسها الزهبي مصر أثناء العصر الولاء ما كانتش شمس زهبي ولا حاجة مصر في الحضارة الرومانية لما كانت مسيطرة علينا ما كانتش شمسها الزهبي ولا حاجة مصر سقطت يوم ما دخل اسكندر مصر أيها الله وانتهت القصة قالس هم ثلاثين أسرة وخلصوا وجال اسكندر أضع علينا تماما وجال بطلمة أضع علينا تماما وجوم الفرس خدوا شوية وبعدين رجعت روما وبعدين الفرس وبعدين روما وبعدين نجوم العرب وبعدين بقى في العرب عصر الولاء ما هي تاريخ مصر كده وحد يراجعني فيه وتحداه وبعدين نفضل بقى مع عصر الولاء لحد ما يجي بقى الدولة الأموية والدولة العباسية وبعدين يحاول يستقل ابن طولون وبعدين كفور الإخشيدي وبعدين هب نخش بقى على دولة المماليك الأول صلاح الدولة الأيوبية ثم دولة المماليك يعني مصر استقلت حرفيا من عن صلاح الدين وبعدين دولة المماليك وبعدين جمع العصر رجعونا ولاية تاني بقى وبعدين 24 نستقل فلا مصر الإسلام فيها جزء كبير جدا يعني أساسها الإسلام وبعدين قبل الإسلام بقى عشان ما نزعلش يعني من بعد مصر كانت حضارة واحدة من أسس الحضارة المسيحية في التاريخ لأن احنا كنا بنعاند مع روما في طبيعة السيد المسيح ولنا للمصريين يعني لهوت خاص في القصة دي ولهم كنيسة خاصة في القصة دي فمصر الدين فيها سواء المسيحي أو حتى الديانات الفرعونية الدين المسيحي والدين الإسلامي فيها لا أحد الأسس بتاع الحضارة المصرية أنت بتعمل ليه كده؟ بتعمل ليه كده؟ أنت عايزين إيه؟ أنت وأبراهيم عيسى وخالد منتصر عندكم مشكلة أصلاً مع الإسلام ماشي عم مساجد أذان قراءة قرآن ويدس السم في العسل كده لكن الحقيقة عشان الأمانة برضو كلامه فيه حاجة منطقية لأنه أنا كان نفسي بس يا يوسف بدل ما تتشطر على المسجد أه السيسي عنده مشكلة في الأولويات ده صحيح وده اللي قاله الناس كمان يعني قاله أهو العلمانية والعلمانين أسازها في وضع السم الكلام لمن يسمعه جميل ورائع ومن يبحث سطور ولا أقول يفتش في نوايا يلحظ بغدال السم أقل وقت ده علي خميس يا علي تعالي على الجنب هنا سابق كباري يوسف زدان لا هات علي سابق كباري والأصور وأطول برج وأطول ساري وأكبر مدينة ملاهي واختار المسجد عشان ينقضه علي بيقول أنا ضد أكبر مسجد وأكبر كنيسة برضو بس هو سبحان الله بيطلع بيطلع من سواد قلبه على الدين علي ده انتهى علي بالنسبة لي حتى أحمد خميس أحسين اللي تعالي طب لو رجل وذكر ما تتجرأ كده زي ما تتجرأ على الدين تتكلم على الأصر الرئاسي ما تتكلم على العصمة الجديدة اللي حجمها أكبر من بيت الأبيض عشر مرات وتكلفته تبني مئات المساجد ومستشفيات اللي تحته برضو قال له كلامك صح بدل أكبر مدينة ملاهي بناء مدارس بدل المدن الجديدة تطوير البحث العلمي بدل مسلسلات رمضان اللي فيها قرف تقديم برامج هادفة بدل أكبر برج في العالم إنشاء مصانع البدائل في البلد دي كتير لأنها ماشي عكس صحيح لكن المساجد اللي تبتعتبر من الأماكن القليلة لنشر الدين والأخلاق والقيم والثقافة نقفلها حسب يالله نعمل وكي انت مكشوف أوي يا ووسف انتو مكشوفين أوي انتو بقيتوا عرة انتو لا تقلوا عن أحمد موسى ونشر الدين يا راجل ماشي في مشكلة في الأولويات نتفق مع بعض بس انت سبت أطول برج البرج الأيقوني وسبت الطائرة ملكة السماء وسبت الأسور الرئاسية وسبت أكبر مدينة ترفهية سبت كل ده ولما هو قال نعمل مسجد في كل عاصمة حمت على الحمودة كالة الأمريء بتاعك ما ده كلام لكن هو كلامه صحي يعني للأمانة أولويات مشكلة النشر في مصر بيتدمر بالمناسبة بكرة كل سنة وانتو طيبين هيبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب أنا اشتغلت في المعرض ده حضرات سنوات اشتغلت مش رحت لا أنا علاقتي بالمعرض رحته كسبون لكن كمان اشتغلت فيه سنوات بكرة هيبدأ معرض القاهرة الكتاب واللي جاي في ظروف اقتصادية صعبة جدا واحد وخمسين دار نشر جاية أو جات بيقولوا الى معرض الكتاب لكن كلهم عندهم مشكلة في ان مين الزبون الظروف الاقتصادية صعبة وصل الامر الى دعوات بعض النشرين والقراء يعني نومي قطعوا المعرض مش انا اللي بقول ده الموقع ده بين دعوات المقاطعة واخرى لدعم صناعة الكتاب وانا الحقيقة ضد دعوة المقاطعة انا بعلنها رسميا انا ضد مقاطعة معرض الكتاب لانه انت لما بتقاطع معرض الكتاب انت بتخرب بيت شركة دار نشر دار نشر عارف يعني ايه دار نشر دار نشر يعني اثر بتشتغل فيها سواء في المطبعة او في البيع دار نشر يعني مشروع تقفل لصالح مين يتقفل مشروع انا ما الصاحب دار نشر ولا فكرت بقى صاحب دار نشر ولا ليه علاقة بصحاب دور النشر لكن يا جماعة دار النشر دي عبر عن مصنع وحدة انتاجية لما تقفل لما انت تعمل مقاطعة هي تقفل المصنحة مين فانا ضد لا 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 حتى ضد بيقولوا انه اللي بيقولوا انه انه نقاطع معرض الكتاب انا ضد المقاطعة كله اضدها كلها انا معها روحوا معرض الكتاب روحوا معرض الكتاب روحوا حتى تتفسحوا في معرض الكتاب انا زمان كانوا يقعد يقولوا الناس بتروح تاكل كشري ويلعبوا في الشوارع تم يروح يلعبوا وانتوا عايزين الناس تروح تذاكر يعني والله كنت اقول لهم كده انا اشتغلت في معرض الكتاب سنة 95-96 وبعد كده كمان سنوات اشتغلت فكان الناس بتروح تتنبسط ويتفرجوا ويأكلوا بطاطا والناس تجي تزعل فكنت اقولي زماني ما الناس تروح تنبسط يا جماعة ايه المشكلة هو لازم نروح نتوضى للكتاب يعني لازم نلبس احرام للكتب مش حقيقي الناس تروح تنبسط ايه اللي عايز يشتري يشتري ايه اللي عايز ينبسط تنبسط ونعمل سينمات وهاتو مراجيح ايه القضية دي احتفالية لطيفة جدا عودوا الناس انها تبقى قريبة حتى مسافة من الكتاب طيب على اي حال اهو تواجه النسخة 54 من المعرة التحديات انا اشتغلت في النسخة من النسخة في عيد كبير والله العظيم ايام الاستاذ سعد الدين واحدة غالبا يعني او شك كان عايش ولا بس انا فكر انو كفكروا يأجلوا المعرة لشالعيد وبعدين طلع فاروح حسن الثقافة قال اي ايفنت في الدنيا اذا ما احترمناش تاريخه العالم مش يحترمه ثم اني كل دور النشر عندها معارض اجندة كاملة سنة فاحنا اذا اجلنا هنخبط الاجندات في بعض فلازم يتعمل طب يا جماعة هنشتغل في العيد قالك اه فالناس كانت رايح هتعيد في الواقفة وإحنا رايحين نعمل الجناح والحاجات دي بتاع الكتب ونروح بقى نلاقي بتوع دور النشر وعليل وحدنا في المعرض الكتاب مفيش حد وبعدين الناس جات قالت العيد معانا فكان يوم رائع جدا تواجه النسخة 54 من المعرض تحديات مختلفة بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها مصر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار وطبعا يعني العمال يا جماعة جوه انا عايز اقول لكم بنقب بالساعات كنا يعني والله العظيم وعارف اخر البتوكل ايه الكشري قلبة كشري تبقى انت على لحب بطنك شغال بترس في كتب وبتحط شغلانة مرهقة جدا وتفتح الكراتين بتاعت الكتب وترس انت الكتب والكتب بقى عايز تنظف ومتاكلش بالليالي وناس تنام في المعرض عشان الصبح خلاص الافتتاح وتصحى الصبح تلاقي الدنيا ورئيس الجمهورية جاه والدنيا تقلبت والامن مسك المعرض وانت بتشتغل ايه طلع طلع برا وانت قف هنا وانت كل دي بقى لك يومين ثلاثة على عائلة بكشري بيجي لك يعني فراعوا اللي بيشتغلوا في معرض الكتب لانهم فعلا بيبزولوا موجود خرافي النسخة 54 من المعرض تحديات مختلفة بسبب الازمة الاقترار تقاشها مصر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار الامريكي وارتفاع معدلات التضخم بنسب غير مسموقة ما دفع وزارة الثقافة لاتخاذ مجموعة من الاجراءات لدعم النشرين تشمل خفض الزيارات المقررة على الرسوم بتاع تأيير الاجنحة تشير معظم التوقعات النسخة الحالية من معرض قد تشهد ركودا حادا بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين المصريين وبعام في الاخر تيجي انت او انت في الزيتة دي تلاقي كتب بتسرق منك دي عهد عليك على فكرة وانت واقف في الجناح كده تلاقي ناس ولاد حرام جا خبط نسخة من كتاب وبيختاروا الكتب اللي هي هارد كافر وانت النسخة دي عليك فانت تسد التمنى وانت موظف الآخر يعني مرتبك محدود او تلاقي واحد يجي تأمل في الكتب كده ويجي اسألك سؤال ميتافيزيقي هو نجيب محفوظ وانت مطلوب تبقى تتسم ما يلو نجيب محفوظ كان ولو عملت وحش يعمل فيك شكوى يا جدع ما انت ما تكلمتش أصلا انت ما قلت ليش أنا أساعدك في إيه دلوقتي الرواية دي حلوة لا دقها انت بقى يعني ما عرفش ان ما قلتها ولما انت ما قلتهاش وقف ليه وقف لأن انا موظف يا سيدي انا موظف وقفوني هنا ما قلوا ليش ادرك كتب كلها فبتلاقي كاركتورات رهيبة رهيبة مش حاجة عندكم عن الزراعة زراعة اه فيه هناك دور ناشة بتوع الزراعة هناك هنا لا ما فيش هنا يجد يعني الكاركتورات دي بتيجي منين وإيه لي دخل الناس دي معرض الكتاب أصلا المهم يعني دفعت الأزمة الرهينة بعض الناشرين والخراء للدعوة إلى مقاطعة المعرض بينما حذر بعض الكتاب والصحافين والخراء من خطورة المقاطعة التي لن تساهم في خفض أسعار الكتب وإنما ستتسبب في مضاعفة خسار الناشرين وتعميق الأزمة التي تواجهها صناعة الناشر وبعدين عملوا ايه؟ اتفقوا مع بنك الأهلي وبنك مصر أنهم يعملوا تقصية للكتب يعني تقدر أنت دلوقتي تقصت الكتب أنا طبعا عارف أن الناس حالتها صعبة جدا أنا عارف بس اللي عايز يعني أنا ضد المقاطعة كان من أول من أيام ما تعالن عن معرض القهر الكتاب كان في حلول لمواجهة غلاء الأسعار فالكتبوا غلاء الأسعار يخلق محب القراءة مع اقتراب معرض الكتاب التقصيد حل قدامه بعض الناشرين حتى أني بعض دور الناشر قايت حاجة قالت أنه إحنا الكتب اللي طبع اللي مضبوعة عندنا قديمة مش هنزودها هنبيعها بأسعار السنة اللي فاتت بس الكتب اللي الطبع الجديد هنضطر لأن دي ورق جديد وحبر جديد وطبع جديدة المشكلة هناك كده بتعرفش بقى الطبع اللي في إيده جديد بتاع السنة اللي فاتت ولا بتاع السنة دي لأول مرة إمكانين شراء الكتب بالتقصيد لمدة تصل لتسع أشهر في معرض الكتاب ده اللي أعلن عنه رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبدو قال خلينيها هات سعيد عبدو كده ربنا يسهل بس وتعدي الأزمة دي لأنه الناس هتجيب منين ويغطوا مصاريف أسعار الورق الناشرين يعني بتكلم عن الناشرين يغطوا أسعار الورق وصلت لمستويات تاريخية حتى الناس العادية محدش عندها تشتري كتاب يعني وبعدين الناس تقولك يعني هنقصد كتب كمان أسعار الورق تسجل أعلى مستوى في تاريخها والطن يخفز إلى أربعة تلاف وخمسمائة جنيه لا سوري دي أربعة آية دي كان من كاميرا واحد واربين ألف وخمسمائين عشان كده سوق الكتب بيعاني زي ما قال الخبر ده سوق الكتب بيعاني بسبب زيارة سعر الورق والاتحاد أزمات وخسائر دي كارثة والناس معزورة برضو والناس هتشتري منين يعني أنا هروح أقصد كتاب ليه عشان إيه ممتاز والله بعيد عن أي كلام سلبي قرأته في التعليق فكرة حلوة المكان الوحيد في مصر اللي ترتاح فيه ومعرض الكتاب رب نوفق القائمين عليه يا جماعة أنا ببساطة عشان بس الحاجة وإلي أنت مش حاسس بالناس أنا بقول لكم أنا اشتغلت داخل معرض الكتاب لسنوات دي ناس جاية تاكل عيش يعني دور النشر دي أن كان إسلامية مسيحية ثقافية ده وحدة إنتاجية جاين يأكل عيش زي هم زيك على فكرة وبيعانوا زي هم مش جايين من كوكب تاني فزي ما أنت بتعاني بالملي يوم ما بيعانوا وهو لو عليه الراجل بتقدر النشر عايز يبيع كتير عشان يكسب طب أنت ما معاكش فأنا مش بقول لك أن أنا مش حاسس بيك لا أنا بقول لك أن ده طبيعي في دولة بيحكمها عسكر جهلة فالثقافة فيها تتوارى لأن لقمة العيش تبقى الأهم وساعة ما لقمة العيش تتصدر كل حاجة تبقى وارى بها الثقافة والفكر والفن ترجمة نانسي قنقر